البنك المركزي بمنتهى الوضوح وبمنتهى الشفافية بيأكد على القاتي يا جماعة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون بتاع الإجراءات الضاربية الموحد واللي قدمته الحكومة لمجلس النواب متعلق بإيه أجيبها لك واحدة واحدة هو مش متعلق عشان برطن أنت فهمه عشان محدش ملعب بتاعة الإخوان يقعد يلعب لك في دماغك وهتلاقي العائلة الأرزال اللي موجودين هناك دول هيعودوا بقى يشتغلك عليهم الحق ده هيعرفوا الللي والطرى للي ويخشوا على حساباتك ويعملوا ويساووا ولا كلام من ده خالص سرية الحسابات والودائع والخزائن انتعرفت في تساعات ممكن تروح تأجر خزنة في البنك السرية الكاملة كاملة مكفولة بالقانون الحالي وبالتعديل اللي هيحصل مكفولة لا يوسف ده بيقولوا هتروح الدرائب لا مش هتروح الدرائب والدرائب مش هبصها لحاجة خالص وبالمناسبة ما فيش اي حتة في مصر ينفع تعرف اي معلومة عن حساباتك الا لو انت ماضيت بخط ايدك امضتك اقرارك يقول ايوة اسمحوا للجهة مش لاي جاء للجهة الفلانية انها تطلع على حساباتي او حكم قضاء ايبات نافذ نهائي اشتركوا في القناة